السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنحل مع بعض سؤال رقم واحد واربعين في الوحدة التالتة الجهد الكهربائي. سؤال بيقول لي قطرة مياه كراوية الشكل قطرها. خلي بالك ما تنساش كلمة قطرها ديت يعني دي. يساوي خمسين مايكرو كولوم. هستفيد منها ايه? خمسين مايكرو متر اناسف. خمسين مايكرو متر. انجيب اللي هو نص القطر هيساوي دي على اتنين. يعني هيساوي خمسة وعشرين مايكرو متر. يعني معنى كده ان نص القطر بتاع القطرة يساوي خمسة وعشرين ضرب عشرة قس سالب ستة متر. يبقى دي اول استفادة عاود نفسك كده لما تلاقي معطى من لهولك شوف ممكن تستفيد منه في ايه? بها شحنة موزعبة بانتظام مقدرها. يعني الشحنة موزعة بانتظام. وقيمة هذه الشحنة كيو بتساوي عشرين بيكو كولوم. البيكو يعني عشرة استسالة باتناشر. يعني الشحنة هتساوي عشرين ضرب عشرة استسالة باتناشر كولوم. يبقى احنا هنحتاج دلوقتي قيمة هذه الشحنة ونص القطر ممكن نوسع لنفسينا مكان ومش عايز اكتتوه مني. انا بس عشان المساحة اللي انا بشتغل فيها ضيئة. انما انت ما تمسحش حاجة تكتبها في ورقة الامتحان ان شاء الله رب العالمين. يبقى جبنا نص القطر وجبنا قيمة شحنة هذه القطرة الموزعة بانتظام. يعني ايه موزعة بانتظام? يعني اعتبر ان القطرة تعتبر زي كرة غير موصلة مشحونة بالكامل. مشحونة من جوة وايه ومن برة طالما الشحنة موزعة بانتظام. بيقول لي اوجد قيمة الجهد على سطحها وعايز قيمة الجهد في مركز القطرة. بالمناسبة على سطح القطرة الموضوع سهل جدا. يعني لو هذه هي القطرة. والقطرة ديت مشحونة بانتظام. يعني ايه مشحونة بانتظام? قلنا تاني. يعني مشحونة من جوة ومن برة. كل جزء في القطرة فيه شحنات. يعني الشحنات مش موجودة على السطح الخارجي بس. زي الكرة الموصلة. هارفنا منين يا استاذ من كلمة مشحونة بانتظام. بيقول لي اوجد قيمة الجهد على سطح الايه? الكرة. يبقى احنا اعتبرنا ان القطرة كرة من مادة عازلة. نكتب كده كلمتين دول عشان تكتب معي. اولا. القطرة تعتبر كرة من مادة عازلة. وبالتالي يكون الجهد على السطح يساوي لا يساوي الجهد داخل الكرة. انا مش فاهم الحد تذي يا مستر. اقول لك حبيبي لو كانت الكرة موصلة كان يعتبر الجهد على السطح يساوي الجهد داخل الكرة. يعني كان يعتبر قيمة الجهد في المركز نفس قيمة الجهد على السطح. وطالما الاتنين ما بيساويش بعض. احنا نعمل ايه بقى? ها? جهد السطح. ده المطلوب اولاني. المطلوب الاولاني. بيجي من العلاقة بتاعة في بتساوي كي في كيو على نص القطرة. دي سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. وبالتالي يكون في تساوي كي تسعة ضرب عشرة اس تسعة كيو اللي هي عشرين بيكو كولوم يعني ضرب عشرة اس سالب اتناشر قسمة نص قطرة القطرة اللي هو جبناها خمسة وعشرين مضروبة في عشرة اس سالب ستة وطلحها بالالحازة بتاعتك يطلع سبع تلاف ومتين بالنسبة للمركز دي بقى اللي هي فيها مشكلة وشوية مضايق الشباب. يبقى رقم بي الجهد في مركز القطرة. خليك معي مركز الله يكرمك. يعني ايه? ايه? عند R بتساوي صفر متر. هنعمل تكامل. يعني احنا هنعمل ايه? التكامل يتم التكامل. وي هيقسم هذا التكامل الى جزعين. الجزء الاولاني من المال نهاية لغاية سطح القطرة لغاية R الجزء الثاني من لغاية الصفر. انا مش فاهم يا مستر. اقول لك حاضر حبيبي خليك معي. مش هيدي القطرة? ايوة. هنعمل تكامل من المال نهاية من هنا. هنعمل تكامل من المال نهاية لغاية ماوصل لسطح القطرة. وبعدين هجري تكامل تاني من سطح القطرة لغاية ماوصل للمركز. هنكامل مين? كنت انت خدت معادلة مع المستر بتاعك. بتقول لك ان ال V اللي بتتغير بتغير R. بتساوي سالب تكامل E D R. قدت انت المعادلة دي مع المستر. من الانيشيال للفاينل. يعني كان بيقول ان الجهد هو سالب تكامل المجال. من نقطة البداية الى نقطة الايه? النهاية. خدت انت المعادلة دي? راجع في الكتاب وراجع مع الاساس بتاعك في الصف. طب تعالى دلوقتي احنا قلنا هنكامل على جزئين? يعني هنكامل من المال نهاية. الى سطح الكرة. ونضيف عليها التكامل من سطح الكرة. الكرة. الى مركز الكرة. يعني ايه الكلام ده يا مستر? يعني انا عندي ال V. عندي صفر. اللي هو المركز اللي قيمته صفر. هيبقى نائز صفر. مين الصفر ده? الصفر ده الجهد في المال نهاية. الجهد في المال نهاية بيساوي صفر. هيساوي سالب تكامل من المال نهاية الى ال R لال E1 مضروب في الزائد. افتح لي قص تاني كده. سالب تكامل من ال R للصفر لال E2 مضروب في الزائد. اشرح لنا اللي انت كذبه ده كده مسر الله يكلمك. اقول لك حاضر. احنا دلوقتي اللي هو المجال في المنطقة رقم واحدين. المجال هنا هو. ده اسمه اي وان. واي تو المجال داخل القطر. لو اسمه اي تو. طب بالنسبة يا مستر لل اي وان ده فكره كان كي في كيو على ار تربية. كي في كيو على ار تربية. طب بالنسبة للمجال جوه كرة غير موصلة مشحونة بالكامل. هقول لك راجع الكتاب عندك صفحة تسعة واربعين. كان بيقول ان ال اي في صفحة تسعة واربعين داخل كرة غير موصلة مشحونة بالكامل. كان بيساوي كي في كيو في ار على ار كابيتل تكايب. راجع تاني صفحة تسعة واربعين عندك في الكتاب فوق. هتلاقي القانون ده مكتوب. القانون ده بنجيب مين بنجيب المجال داخل كرة غير موصلة مشحونة بالكامل. انا بتكلم براحة خالص يعني المجال جواها هنا كده. اللي هو اي طول اللي احنا هنكمله هيساوي. في كيو في ار على نص القطر تكايب. يلا بينا نشتغل الرجالة بقى. احنا اتفقنا مع بعض ان هذا الجزء اللي هو التكامل خارج الكرة. هيدين ان في بتساوي في كيو على ار اللي احنا لسه حالين بالجزء ايه في السؤال? طب اما البعض كده نعمل ايه بقى? ناخد الجزء ده ونعمله تكامل. يلا بينا? يلا تعال انكامل هذا الجزء يتم. تكامل هذا الجزء. من خلال الخطوات التالية. احنا هنكامل الجزء دوت اللي هو داخل القطرة وبعد ان نحط القانون نعمله. يلا يا دكتور. هو كان بيقول لي سالب تكامل من الار الى الزيرو اي تو دي ار. هتساوي سالب اهي تكامل من ار لصفر. هنشيل ايه ونكتب القانون اللي قلت لك كان عندك في صفحة تسعة اربعين. كي في كيو في ار سمول على ار كابيتل تكيي. كي في كيو في ار سمول قسمة ار كابيتل تكيي. دي ار. انت عارف التكامل بينامليه? بنطلع الثوابت. برا. يعني هنقول بي ساوي. الكي والكيو ثابت ونص القطرة تكييب ده ثابت. وفي سالب اهي يبقى دي سالب. كي في كيو على ار كابيتل تكييب. في تكامل من ار كابيتل للزيرو لل ار دي ار. يعني احنا طلعنا الكيو والكيو والار كابيتل تكييب برا في ظل الار دي ار. طبعا تكامل الار بتساوي ايه خدتها انت في الرياضيات? ادي سالب كي في كيو على ار كابيتل تكييب. وهيديني ار تربيع على اتنين. عارف القاعدة بتاعت التكامل من ار كابيتل زيرو. اللي هي بتاعت ايه? خلي قلبك حديد زيد القس واحد واقس مع القس الايه? الجديد. زودنا القس بتاع الار دي واحد بقت ار تربيع واسمنا على اتنين. من صفر الى ار يعني هيساوي انا كل ده بكمل الجزء التاني بس يا جماعة اللي هو داخل القطرة. سالب كي في كيو على ار كابيتل تكييب مضروبة في صفر تربيع على اتنين. ناقص ار كابيتل تربيع على اتنين. صح كده? صح كده? صفر تربيع على اتنين خلاص شيلها دي ملاش لازمة. تتلغي. هذه هي تلغي خلاص ده بصفر. طيب هيتفضل لي مين يا جماعة? هيتفضل لي سالب. سالب في سالب يدينا موجب. كي في كيو. على ار تكيب مضروبة في ار تربيع على اتنين. مضروبة في ار تربيع على ايه? على اتنين. نقدر نختصر? نقدر نختصر? اغير لك اللون. اقدر اشيل الار تربيع مع الاس هذا. يتبقى لتحت في المقام ار بس. وبأنا كده حصلت على قانون ان ال في داخل اي جزء في هذه القطرة. يساوي كي في كيو. على اتنين ار. يا رب اكون ادري تتوصل المعلومة. وبالتالي يكون ايه يا شباب? نكتب بقى المعادلة بتاعتنا النهائية. ال في عند ار بتساوي صفر. هيساوي. كانت المعادلة جزئين? كانت المعادلة جزئين? جزء ها. كيو على ار كابيتل. كيو على ار كابيتل. زائد جزء هو اللي احنا طلعناه. كيو على ار كابيتل. ممكن تجمعهم او تعود كده. يعني هذا واحد وهذا نص يبقى تلاتة على اتنين. او واحد ونص. يعني دي عملية رياضية يبقى تلاتة. كيو على ار كابيتل. انت كده جبت قانون. لايجاد الجهد في مركز. يبقى هذا لايجاد الجهد. في مركز. كرة. غير موصلة. مشحونة. بانتظام. يعني ايه مشحونة بانتظام? يعني مشحونة من الداخل ومن الخارج. شحنات معزعة على سطحها. وفي داخلها. يبقى لفي عند الار بتساوي صفر تساوي. تلاتة في الكين اللي هي تسعة. فعشرة قس تسعة. شحنة الكورة اللي كانت عشرين بيكو كولوم يعني عشرين. فعشرة قس سالة باثناشر. قسمة اتنينة هي. نص القطر كان خمسة وعشرين. مايكرو يعني كان خمسة وعشرين مايكرو يعني درب عشرة قس سالة بستة. دي بقى لتك الجميلة يطلع لك ان الجهد في مركز هذه الكرة. عشر تلاف وتمنمية يبقى كده ما تنساش الموضوع ده. وما تنساش انك انت في التكامل ايه? قاعدة اللي انت عارفينها. في التكامل. التكاملات العادية طبعا. التكاملات المعقدة مش هتقدر بتخلي قلبك حديد هالحاج. بيقول لك خلي قلبك حديد. ها. زيدي القس ايه? واحد وقسم. على القس الجديد. يبقى احنا كده اشعروا النهاردة تعلمنا. ان في الكرات. الغير موصلة. اللي هي الكرات العازلة. ان الجهد على السطح يساوي الجهد على سطح الكرة. يبقى الفي تساوي كي في كيو على ار كابيتل. والجهد في مركز الكرة والجهد في المركز اللي هو الفي في المركز يساوي تلاتة على اتنين كي في كيو على ار نصر القطر. اتمنى تكونوا استفدتوا. باشكركم اه جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.